أهلا وسهلا أنا آسر جميل وفي هذا الفيديو سنشرح سؤال خاص بـ الـ التابع لـ السؤال موجود في الخاص بمهندس طريق رجدي وأنصح أي حد يخش الابتحان الـ مع الشرح يحل الأسئلة السؤال بيقول إيه؟ نحن زي ما قلنا قبل كده أن الأسئلة المعتمدة على نحن محتاجين نلاحظ كم حاجة أول حاجة نلاحظ التست كيس اللي مش معتمد على أي حاجة فدي هنبدأ بيها طرف الخيط على طول اللي مفهوش هنبدأ بيه فدي تست كيس نمبر ون ما لهاش أي هنحطها هنا ايه؟ في أول طرف الخيط ماشي هنعرف الطرف الخيط الأخير ازاي تشوف آخر تست كيس معتمدة يعني ايه؟ على آخر حاجة يعني تست كيس دي يعني اللي هي سبعة اللي هي اسمها محتمدة على ايه؟ محتمدة على البرشيس يعني معتمدة على آخر تست كيس قبلها اللي هي نمبر سيكس تمام؟ فانت كده هتعرف الطرف الخيط الأخير ماشي؟ هنستفيد ايه من الخطوة دي؟ هنستفيد ان احنا 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 عرفنا ان بداية الحل بتاعنا بواحد وسبعة فحبص هنا ده واحد وسبعة تمام؟ ده ممكن واحد وسبعة واحد وسبعة فاحنا هنمسح ايه؟ احنا كده ارتحنا احنا كده ايه؟ يعني طيب ولكن المفتاح الحل التكرار ده هو الpriorities ويجيب لك نوت عريضة اهي ماشاء الله النوت انه نمبر ون فبالتالي انت عندك اول تست كيس اللي هي البروز مش محتاجة طيب اللي قد يكون بعد تست كيس دي؟ حلو؟ هتبص على تست كيس نمبر تو تست كيس نمبر ثري الكلاه هما معتمد على نمبر ون ماشي؟ فانت هتقول طيب فانا كده ياما عندي تو وثري هتختار ايه واحدة فيهم؟ هتشوف الpriority ثري وثو priority number two هي الhigher than ثري فانت هتركز على تست كيس نمبر ثري دي ماشي؟ الpriority اللي هي دي number two priority رقم اثنين اكبر من priority رقم ثلاثة فبالتالي تست كيس رقم ثلاثة اهم من تست كيس نمبر تو تمام؟ فحنكتب كده بعد تست كيس نمبر ون تست كيس نمبر ثري وتحت ببداشت كده هنرسم ايه؟ التست كيس نمبر تو طيب السؤال بقى هنعمل تست كيس نمبر تو بعد ثري؟ هي جهزة تتعمل دلوقتي هي جهزة بس استنى قبل ما تستعجل هتشوف لو في حاجة لو في تست كيس لها priority اعلى من تست كيس نمبر تو هتشوف طيب ايه التست كيس اللي انت تقدر تعملها بعد رقم ثلاثة؟ بعد تست كيس رقم ثلاثة? عندك تست كيس نمبر 4 وتست كيس نمبر 5 وتست كيس نمبر 2 تست كيس نمبر 4 و5 محتمدين على تست كيس نمبر 3 اللي هي select هي فانت ممكن تعمله وكمان ممكن تعمل التست كيس نمبر 2 اللي هي محتمدة على browse اللي هي رقم واحد وخلصنه فانت تلوattى عندك ثري تست كيس تقدر تنفذهم بعد التست كيس رقم 3 طيب هتحدد أي وحدة تبدأ بها باستنادا على الpriority أو الأولوية فعندك هنا تست كيس نمبر 2 الأولوية بتاعتها رقم 3 priority 3 تست كيس نمبر 4 الأولوية بتاعتها رقم 1 فهتي الهيست هتبص على الخانسة برد تأكد الpriority بتاعتها 3 فالpriority متساوية مع تست كيس نمبر 5 وتست كيس نمبر 2 ولكن الأعلى من هما الاتنين هي تست كيس نمبر 4 تمام ووقت بتاعتها 5 تست كيس رقم 5 كان من الممكن أن أبدأها بعد 3 على طول بس 4 أخدت مكانها عشان عندها priority أعلى فحرميها تحت كده جنب الاتنين لأن دول ممكن يتعملوا بس عشان priority بتاعتهم مش مساعدهم فمش هتعملوا دلوقتي مركونين وشايفينهم تست كيس نمبر 4 هيجي بعدها إيه؟ تست كيس نمبر 4 تست كيس نمبر 4 اسمها shopping cart طيب إيه الحاجة المعتمدة على shopping cart؟ بص هنا على dependences اللي هي دي shopping cart نبقى دي إيه؟ تست كيس نمبر 6 معتمدة على shopping cart طيب فمعنى كده أن أنا إيه؟ هنفذ بعد الأربعة تست كيس نمبر 6 ماشي؟ أنت ممكن تنفذ still أنت ممكن أنت عندك 2 و 5 من قبل كده وعندك 6 هتشوف برضو زي ما عملنا قبل كده أيهم أعلى في الpriority هتبص على تست كيس نمبر 2 تلاتة تست كيس نمبر 5 تلاتة ده كده قليل تشوف تست كيس نمبر 6 واحد ده الهيست فبالتالي بديهيا هبدأ بعد الأربعة هبدأ بتست كيس نمبر 6 و 2 و 5 هيفضلوا زي ما هم تحت مركونين كده لغاية ما نشوف إمتى هايقدروا يتنفذوا اعتمادا على الpriority بتاعتهم طيب نفسنا 6 ايه اللي ممكن نعمله بعد 6 هنقدر نعمل 2 و 5 من قبل كده حلو ممكن نعمل 7 ليه لأن 7 دي اللي هي refund معتمد على الperchise الperchise دي اللي هي تست كيس نمبر 6 حلو ولكن الpriority بتاعت التست كيس نمبر 7 ده اللوست أربعة حلو فهتشوف اللي اتنين التست كيس نمبر 2 وتست كيس نمبر 5 تست كيس نمبر 2 نمبر 5 تست كيس نمبر 3 فانت ممكن تبدأ ب 2 أو 5 ماشي هنبدأ ب 2 فلما نبدأ ب 2 ماشي 2 محتاجة ايه بص هنا الاتنين دي هنتفقنا هو احنا نتسابعة مش هننفزها بعد 6 لأنها اللي هي الpriority 4 فانت عندك يا 2 يا 5 2 و 5 محتاجة ايه الpriority بتاعها عفوا انت لاتة زي بعض طيب هتختار 2 ولا 5 هنختار 2 لأن الخطوات اللي انت عايز تنفزها عشان توصل الى 2 أقل من الخطوات اللي انت عايز تنفزها عشان توصل الى 5 فبمعنى ايه ان الاتنين محتاجة ايه محتاج البروز والبروز محتاج ايه مش محتاج حاجة حلو فانت حقلنا هننفز رقم 2 بعد 6 ولكن 2 محتاجة 1 مضاء بسيط بس صح؟ محتاج خطوة واحدة عشان تعمل test case number 2 ألا وهي الخطوة رقم واحد test case number 1 فبعد 6 هتعمل test case number 1 وهتعمل test case number 2 خلاص هنمسح بقى الاتنين اللي كنا ركنيناها تحت دي لأنها ترفعت فوق هنا حلو الكلام طيب بعد الاتنين ممكن نعمل ايه بعد test case number 2 بعد test case number 2 احنا عندنا test case number 5 مركونا من قبل كده test case number 7 مركونا قبل كده طيب تعال نشوف test case number 5 priority بتاعتها 3 test case number 7 priority بتاعتها 4 يعني lowest فاحنا هننفذ test case رقم 5 عشان priority بتاعتها اعلى من test case رقم 7 فحنضيف الخمسة هنا بعد test case number 2 طيب حلو خمسة بعد الخمسة هنفذ ايه ما فضلش عندي الا السبعة ما فضلش عندي الا السبعة صح كده من المركونا اللي قبل كده طيب السبعة محتاجة ايه قبليها عشان تتعمل محتاجة test case رقم 6 اهي السبعة bend استاعتها محتاجة purchase purchase دي رقم 6 وستة دي معتمدة برضو على رقم خمسة يعني منطقيا فالبقلنا سبعة عشان نضيفها ممكن نضيفها على طول بس مش هنضيفها على طول ليه لان سبعة محتاجة ستة فحنضيف ستة سبعة شكرا